هل انتصرت غزة في معركتها الاخيرة ضد العدوان الصهيوني عليها؟ سؤال لا يزال يشغل الرأي العام العربي والعالمي المؤشرات الاخيرة تظهر تفوق اداء وقدرات المقاومة الفلسطينية عن الحرب الاخيرة التي خاضتها عام 2014 حيث يكشف جيش الاحتلال الصهيوني عن اطلاق اكثر من 400021 صاروخا خلال 11 يوما فقط ورغم الحصار المفروض على قطاع غزة ظهرت فصائل المقاومة اكثر تنظيما واعدادا وتسليحا فقد وسعت من دائرة استهدافها لتصل صواريخها الى تل ابيب باصابات مؤثرة اجبت المستوطنين الصهاين على عدم الخروج من الملاجئ صواريخ جديدة بعيدة المدى ابرزها عياش 250 ضربت مطار رامون ومطارات عسكرية صهيونية اخرى كما ادخلت طائرات مسيرة واستطلاعية للخدمة موثقة كل اشكال عملها العسكري وتصديها للعدوان بالفيديو لتكذيب النفي الصهيوني المتكرر والذي اعتاد عليه الفلسطينيون ويرى خبراء عسكريون ان هذه الحرب تركت اثرا عميقا على المستوطني والجندي الصهيوني بعدما ظل جيش الاحتلال يتباهى بانه الاقوى بين جيوش المنطقة وبقبته الحديدية التي ثبت فشلها باعتراف قادة الاحتلال انفسهم كما اثبتت هذه الحرب ان الفلسطينيين لم يعودوا يتعاملون بردة الفعل بل بتخطيط عسكري وتوزيع ادوار عبر غرفة عمليات مشتركة كانت هذه الغرفة تتعامل مع حرب مواجهة طويلة الامد وليس مع عملية صد سريع لعدوان محدود وهو تكتيك ادخل مستوطنات الاحتلال داخل المعركة ما خفف من حجم الخسائر على القطاع تفوق دفع بالرئيس الامريكي جو بايدن لذكر حماس والمقاومة الفلسطينية اكثر من اربع مرات في خطابه قبيل الهدنة والتي بدأت فجر الجمعة الماضي وهو ما يعني دخول كتائب القسام بقوة لتفرض شروطها وتكسر برود الموقفين الدولي والاقليمي وتعيد القدس والمسجد الاقصى لتكون قضية الفلسطينيين المركزية اشتركوا في القناة